نذهب إلى جلسة لمجلس الأمن وحطة لمبعوث الأمم المتحدة الخاصة لليمن نتبع نتوقع أيضا أن يعاني 17.6 مليون نسمة من الأشخاص من إعدام الأمن الغذائي الشديد كما نقدر أيضا حاجة 2.7 مليون أمرأة وخمسة ملايين طفل دون سنة الخامسة حاجتهم إلى العلاج من سوء التغذية الشديد هذه الحالة ستتدهور وباستبرار إذا لم نولي لها الاهتمام الكافي والملح سيدتي في 2023 لم نحصل إلا على 40% من إجمالي تمويد المطلوب بموجب خطة الاستجابة الإنسانية أي 1.72 مليار من أصل 4.3 مليار دولار طلبت ونحن ممتنون للمانحين على دعمهم وعلى مساهماتهم المقدمة للاستجابة الإنسانية ولشعب اليمن في هذا العام يأتي ردنا هدفا أكثر وذو أولويات أعظم خطتنا جاءت على أساس مشاورات إقليمية تمت مع السلطات المحلية والناشطين في المساعدة الإنسانية والتنمية وما هو أهم من ذلك أيضا السكان المتأثرين بنزاع السكان اليمن وتتماشى هذا الرد أيضا مع بعض جهود التنمية الجارية نتيجة ذلك فإن نداء هذا العام الإنساني يطالب بـ 2.7 مليار دولار لتصل المساعدة إلى 11.2 مليون نسمة في اليمن أي قد قلصنا طلبنا من 4.3 مليار دولار إلى 2.7 مليار دولار كما نحص في المجتمع الدولي ومن باب الأولوية تكثيف جهود لضمان تمتع بنامج الغذاء العالمي وشركائه والمصادر الكافية ليستأنف وعلى وجه السرعة توزيع الغذاء في المناطق التي يسطر عليها الحوثيون ولإطلاق ممارس جهود التسجيل وإعادة تحديد الأهداف ودون توفر هذه المصادر سوف نشهد تدهورا هائلا في الوضع الأمن الغذائي في بعض المناطق الأشهر القادمة 2.4 مليون طفل وتسعمائة ألف أمرأة سيواجهون خطرا متزايدا في الوفاة والأمراض المؤدية إلى الوفاة بسبب الأمراض المصاحبة لسوء التغذية وبالإضافة إلى تمويل إطار الأمم المتحدة التنموي بالكامل المقدد بـ 1.3 مليار دولار إذن مشاهدين كنا نتابع من كلمة حول حطى لمبعوث الأمم المتحدة الخاصة لليمن حيث كما تبعنا هناك تصريحات أبرز هذه تصريحات أن تصعد التوترات الإقليمية المرتبطة بالحرب في غزة وبشكل خاص التصعيد العسكري في البحر الأحمر يودي إلى تباطئ وتيرة جهود السلام في اليمن أيضا تطرقت وقالت أن ما يحدث عن مستوى الإقليمي يؤثر على اليمن وما يحدث في اليمن يمكن أن يؤثر على المنطقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر